موسيقى نحييكم من صوت لبنان وإلى حلقة جديدة من منشات المساء ضيف هذه الحلقة الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان فاجأت دار الصين دول المنطقة والعالم بإصدار طبعة جديدة من العلاقات السعودية الإيرانية التي انقطعت منذ سبع سنوات وبعد عامين من التفاوض الطويل تحت هذا المعطى الجديد الذي شكل حدثا استثنائيا يتم إسقاط التوقعات السياسية على كل المشهد الممتد من اليمن العراق سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية حيث الصراع بين الدولتين أخذ أشكالا متعددة لبنان قبل العاشر من أذار كان ينام بقبضة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال إن من ينتظر تسوية إيرانية سعودية سينتظر طويلا معلنا دعم ترشيح فرنجي وما بعد العاشر من أذار استفاق على الاتفاق وعلى ترحيب نصر الله بالمساعدة من دون فيتوات والكثير من رهانات لا تزال مجرد أوهام بانتظار اختبار الاتفاق ونتائجه هو المأزق الرئاسي رأس جبل أزمات اللبنانيين الباحثين دوما عن استقلال دولتهم وسيادتها كأهداف وقفت وراء العديد من المحطات في التاريخ من ذكرى الرابع عشر من أذار إلى ثورة سبتعاش تشرين والنضال يستمر كيف سيترجم الاتفاق في الشهرين المقبلين كيف ستكون التدعيات على لبنان وأزمته الرئاسية وما هي الأسباب التي دفعت إلى استعجال هذا الاتفاق في منشط المساء يسعدني أن أستضيف الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان نرحب به بيئة الاستوديو هلو سالفي ونرحب أيضا بكل المستمعين والمشاهدين عبر Voice of Lebanon 100.5 أو VDL.me مساء الخير مساء الخير إليك وشكرا للدعوة زمان طولتوا علينا أشتقنا لكم أهلا وسلا فيكم نحنا كمان اشتقنا لك والمستمعين كمان اليوم بعتقد بالحدث يلي نحنا عم نواكبه حدث الاتفاق السعودي الإيراني إلى أي مدى هيدا الاتفاق ذكرك ورجعك شوي لورا بمرحلة القرار 1559 والانسحاب السوري من لبنان والرابع عشر من أذار هل بتشوف بين هالمحطتين مع فارق السنوات نقاط التقاء بين المناسبتين يعني رح نجعل نتزكى شوي 14 أذار خروج السوري من لبنان اليوم مع هيدا الاتفاق والبنود يلي تضمنته إلى أي مدى اليوم هيدا رح يشكل إعادة تموضع جديدة لإيران بلبنان لا المراحل مختلفة إيران التي يعني واجهناها هي والنظام السوري بـ 14 أذار 2005 مختلفة عن إيران التي وقعت الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية يعني الزمانين المختلفين في سنة 2005 كانت إيران هي إيران التي تركت محمد خاتمي ونهج محمد خاتمي ورفسان جيني اللي كانوا يشكلوا نوع من الإصلاحيين أو الخط لإيران الذي كان يعني يأخذ بعين الأتبار علاقات إيران الدولية وعلاقات إيران الإقليمية بشكل سلمي وبشكل تفاعلي كان آتي عن أحمد نجاد وكانت هذه المرحلة هي مرحلة بداية كبيرة في إيران لتعاظم سلطة خامنئي المرشد وتعاظم سلطة الحرس السوري الإيراني إن كان داخل إيران أو كان مد النفوذ الإيراني إلى الخارج كانت أيضا استعادة كان على زمان خاتمي كان معمله للبرنامج النووي إطار محدد وصير علي ضوابط خرجت إيران عن الضوابط اللي كانت موجودة عبر وقت الإيجر أحمد نجاد وبالتالي بلشت برنامج نووي فيه شبهة التسليح وكان هناك لم يكن هناك أيضا برنامج باليستي برنامج صواريخ باليستية فإذا إيران التي يعني تعاملنا معها ومع النظام السوري بـ 14 أدار سنة 2005 هي غير إيران اليوم التي نتعامل معها بس أنت كم اليوم دكتور حارس سليمين بهذا الاتفاق الجديد إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الأني يعني هاي الاتفاقية يلي نعمل سنة 2001 اسمها اتفاقية نيف وروحاني يلي كانت بتحكي كمان أنه إيران بدأ تنضبط وبدأ يكون عندها علاقة وبالتالي هذه الاتفاقية سنة 2001 و 1999 هي اتفاقية يوم كان يتسلم السلطة في إيران محمد خاتمي ورئيس مصلحة تشخيص النظام رئيس مجلس تشخيص النظام هو رف سنجاني اليوم في إيران هناك خيارين هناك خيار إيراني يقول بأن إيران دولة قوية دولة لها موارد بشرية دولة لها موارد طبيعية لديها نخب علمية مرتبة لديها حجم سكاني كبير وأن إيران لا حاجة لها لأن تقوم بثورة دائمة وأن تزعزع استقرار الدول المحيطة بها وأن تكون رأس حربي في خلاف سني شيعي في المنطقة على مستوى المنطقة هذا كان خط خاتمي خط رف سنجاني نعم هذا الخط تم إسقاطه بسنة 2004 مع انتخاب أحمد ناجات من سنة 2004 ومثلا اغتيال الحريري ثم 14 كذا هذا الخط الآخر الخط الآخر الذي يريد تصدير الثورة إقامة نظام أمنة بواسطة الحرس الثوري سيطرت الحرس الثوري على مقاليد الاقتصاد الإيراني حرس الثوري عنده 40% من اقتصاد إيران برنامج باليستي متطور صواريخ باليستية برنامج نووي تخصيب يورانيوم وزعزعت استقرار المنطقة عبر الميليشيات حشد الشعبي في العراق تدخل في سوريا تدخل في لبنان تدخل في اليمن فإذا نحن لدينا تجربتين تجربة ما قبل الـ 2004 طابعها خاتمي ريفسنجيني وتجربة أخرى طابعها نجاد خامنئي ثم رئيسي ثم إلى آخر اليوم أول أهم ما في الاتفاق النووي الاتفاق السعودي الإيراني أنه عاد إلى معاهدات محمد خاتمي يعني اليوم وأصبحت إيران ما يرشح الآن عن إيران وعن شمخاني وعن رئيس الحرس الثوري القديم يعني اللي هو بمكتب الخامنئي أنه يريدون التعاون ضمن المواثيق الدولية عدم التدخل بالشؤون الخارجية للدول المحيطة بهم يريدون إقامة منطقة من الهدوء والسلام الإقليمي إلى آخره فإذا صدقوا إذا كان هذا الكلام حقيقيا فإن إيران قد أدركت يعني أن الخراب الذي طال لبنان وطال سوريا وطال العراق وطال إيران وطال اليمن أنه لم يكن منه فائدة يعني فكرة تصدير الثورة وفكرة إقامة جيوش موازية وفكرة يعني وضع العالم في مواجهة إيران ماذا أنتج؟ أنتج 60% من الشعب الإيراني تحت خط للفقر أنتج أنه يعني سروات إيران إيران دولة مفطية تنتج 2 مليون برميل في النهار قدرتها الانتاجية 2 مليون برميل بالنهار إذا حطينا 100 دولار للبرميل بالنار وهو 117 أو 120 بيطلع عندنا عندهم مدخول يومي 200 مليون دولار الآن يتسولون 500 مليون دولار من العراق من الأموال اللي هي إلهم يعني اللي بيعين فيها أفرج عنهم شوية بقدرة إعادة إحياء هذه الحركة لا ما فيلزوم إحياء أبدا لقد ماتت إلى غير رجعة ويجب عدم إحياءها لماذا؟ اليوم الجيل القديم عمل 14 أدار الجيل الجديد هل يستطيع أن ينهض بلبنين بحركة أخرى؟ طبعا قيم 17-20 يعني 14 أدار وقعت بسلسلة من الأخطاء القاتلة الخطأ الأول هو أنها توهمت أنها يمكنها الفصل بين حزب الله والنظام الأسد ثم الوهب الثاني أنه هناك إمكانية للبنانة حزب الله يعني لجره خارج إطار التحالف الإقليمي الذي ينتمي إلى حلف الممانعة الخطأ الثالث هو الاتفاق الرباعي الذي أراد أن يقول بأنه لنترك الشيعة لحزب الله والسنائية أمل وحزب الله ونكتفي بباقي الطوائف وساعتها ميزان القوة يكون لصالحنا وهذا الذي ينتج الفيتو والدوحة والميساقية والسلوك الذي قام به حزب الله والذي قال أنكم لا تستطيعون أن تحكموا دون الشيعة ثم أصبح هو الذي يقرر ثم بعد ذلك إجينا طبعا التسوية الرئاسية والتي سلمت رئاسة الجمهورية لحزب الله وبعد ذلك ميشيل عون يعني حزب الله وبعد ذلك أتى قانون الانتخاب الذي يمكن حزب الله من أن يعمل أكسرية نيابية فصار بأيده يعني رئاسة الجمهورية المجلس النية بأكسريةه واستولى على رئاسة الحكومة 17-20 شو عملتها؟ فإذا إذا هذه الأخطاء لعملتها 14 قدار نحن نعود نرجع لها من أول وجديد يعني ما أعتقد أنه هذا الشيء مناسب 17-20 شو عملت إلى فضائم مختلف لا يمكن لا يمكن مواجهة حزب ديني مثل حزب الله ومثل ثماني قدار بتشكيل طوائفي 17-20 شو عملت لتطلع الدولة مدنية اجت لتقول التوزيوز الطائفية الخروج من عربائة الزعيم الذهاب إلى دولة المواطنة هذا هو النقيد الفعلي للمنظومة التي يقودها حزب الله في لبنان يعني دولة المواطنة أو الدولة المدنية في مواجهة دولة طوائفية تقوم على الزبائنية السياسية والفساد السياسي من جهة وعلى الارتهان إلى الخارج بقيادة إيران من جهتين دكتور حارس سلمين بعدك بهذا الحديث كأنك عم بتقول اليوم عملية ترشيح فرنجي من قبل الثنائي الشيع وبدعم من المنظومة كأنهم إعادة إنتاج السرطة وكأنه 17-20 ما قطعته لكن إلى أي أثر عم بيحاولوا يعملوا هايك يعني هني رح ينجحني على فكرة المنظومة من إحنا صارنا هلأ 3 سنين ونص صارنا 3 سنين ونص بالأزمة المنظومة ما عملت شي وبراءة الأطفالة في عينيها يعني ملكة أنه ما في شي وأنه يعني هلأ بعد شوية في ناس عم بيصرخوا في ناس موجوعين هلأ بعد شوية يعني بيتعبوا بيتعبوا وبيناموا يعني مثل واحد عنده طفل عم بيصرخ تركي يبكي شوية هلأ بعدها شوية بينعسوا بينام يعني هذه المنظومة يعني بشهر كانون تاني عنا 11 واحد منتحر عنا 143 شخص انتحروا بالـ 2022 المنظومة هذه لا يرفلها جفن أزمة اقتصادية عنا هلأ في بنك بأمريكا توقف عن الدفع توقف عن الدفع بظهرت في 24 ساعة تولت الحكومة الأمريكية إدارته وأمنت الودائع وقالت أنه الخسائر بيدفعها حاميدي الأسهم نحن صارنا هلأ ثلاث سنين ونص طارد 188 مليار دولار من النظام المصرفي اللبناني لم يتحرك القباء لم تتحرك الدولة لم يتحرك أحد لضمان الودائع بيعطونا كلمات سخيفة وتافة مثل وجوههم الودائع مقدسة ومقيف مقدسة يعني مقدسة يعني بتفتح جيشيه وبتخلي الناس يروحوا ياخدوا مصرياتهم للي ما رح يصير مصار مصارنا ثلاث سنين ونص دكتور حارس سليمان اليوم بآخر موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بره عمل مرافعة طويلة كتير دفاعا عن ترشيحه لسليمان الفرنجي بيعتبر أنه سليمان فرنجي مدئده للجميع وصالح الجميع وأنه ليش ما بدكن يا رئيس للجمهورية وحط له كمان برنامج عمل كبير بدءا من أنه قادر يحكي مع سوريا قادر يعمل استراتيجية دفاعية قادر يكون لكل الناس هاللي بتعتبر اليوم مع الاتفاق وإنعكسات هذا الاتفاق اليوم أنه بعض أثناء الشيعي متمسك بترشيح فرنجي وكأنه عم بيقول أنه التلاقي السعودية الإيراني بالأخير رح يؤدي إلى أنه هالمعارضة تتراجع بيضحك الرئيس برنامج لماذا؟ لأنه شاطر هو محامي شاطر ويحسن خديعة الخصم ما في شيء اسمه ترشيح فرنجية ترشيح فرنجية أصبح منها الماضي لماذا؟ لعدة أسباب السبب الأول أن إيران في حالة تراجع يعني مبرر تبهي الاتفاق التفاهم السعودي الإيراني لو كان قصة أنه كنا مسكرين السفرات فتحنا السفرات كان بسوى أنه يزاع هذا البيان من بغداد يعني بروحوا عبغداد عند رئيس الحكومة العراقية أو على سلطنة عمان عند بمسقط بقول والله نحن بنا نستعيد فتح السفرات حتى تيجي دولة كبرى كالصين ترعى الاتفاق وتكلف بمراقبته وبحسن سير عمله هذا ليس اتفاق اسمه فتح السفرات هذا اتفاق اسمه تغيير السلوك تغيير سلوك إيران في المنطقة دفع استعادة إيران من خط الميليشيات وشو مكتوب بالاتفاق مكتوب بالاتفاق عطل اعتمار للمواثق الدولية عدم التدخل في شؤون مش في شؤون البلدين شؤون الدول شؤون الدول نعم ري براهيم الأمين بالأخبار شو عم بيقول عم بيقول شي المطالب السعودية من إيران وشي المطالب الإيرانية من السعودية براهيم الأمين اللي هو جريدة حزب الله عمليا عم بيقول ماذا على إيران أن تفعل يعني بدها تقدم تنازل بالعراق بدها تقدم تنازل بسوريا بدها تقدم تنازل بلبنان باللبنان بتحط ورقة حزب الله على الطاولة يعني اليوم عندك تشدد من رسلناق الشيح بيترشيح فرنجي وكيف بدك تقدر تلائم هاي مع هاي أول شي قصة رئيس الجمهورية بلبنان مسألة سنوية يسمحولي الموارنية ليش رئيس 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 يبدأ برئيس الجمهورية بطال بطال في centuries هاي عندهم رؤية onders اividهم ضيائجية صيف ضيائجية أنا لم تفيض توقع أن تقتلوا بعضه تركيلي قصة رئاس الجمهورية هاي جانب المطلوب في لبنان اليوم إعادة إستعادة الدولة في لبنان إن استعادت الدولة في لبنان في بند منها سيدة ذهب ومتاحن سيدة رئاسة الحكومة في بند منها سيدة سيدة رئيس الحكومة with the equation في بند اسمه اسم تشكيل الحكومة في بند اسمه البيان الوزاري تبع الحكومة في بند اسمه ما هو دور لبنان وعلاقاته الخارجية في بند اسمه المعابر تبع لبنان مين بدوا يلقاطها في شيء اسمه ما هو برنامج عمل الحكومة ما علاقتها بالدول العربية ما علاقتها بالبنك الدولي ما علاقتها شو بدون يعملوا بالمصارف كيف بدون يحلوا الأزمة الاقتصادية في بند اسمه الرؤية الاقتصادية لدور اقتصادي جديد لبنان كان مستشفى العرب وجامعة العرب ومطبعة العرب وإعلام العرب شو بدوا يعمل لبنان شو بدوا يبيع شي لبرودويل بدوا يبيعها هلأ شو بدوا يعمل علاقة رئيس رئاسة الجمهورية هي بند صغير من هالمشروع هال فإذا لبنان نحن نذهبون في لبنان الآن إلى إعادة صياغة صورة لبنان ووظيفته الاقتصادية ووظيفته السياسية علاقاته العربية عادة تطوير اقتصاده إذا لم يكن هناك نقاط طلاقي بين أفريقاء السياسيين بالدخل كيف تعمل هذه الصياغة؟ شو طلاقي؟ في مشروع هزم بالمنطقة أي مشروع هزم بالمنطقة؟ مشروع إيران هزم في المنطقة مشروع مش إيران مشروع تصدير الثورة الإيرانية وركوب الفتن السنية الشعية تم هزيمته ولم يهزم في لبنان مش الشباب هون اللي هزموا المشروع هزم في إيران هزمته محسا أميني بإيران هزموا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تحيط بإيران انهزم لأنه في عزلة دولية على إيران وعزلة عربية وش اسمه؟ أعطيك مثل أعطيك مثل بس الصغير الدولار مقابل التومان الإيراني كان من 4-5 أيام من 6 أيام بـ 600 ألف كل 600 ألف ريال إيراني مش تمان لأنه 68 ألف كل 600 ألف ريال إيراني دولار بعد توقيع الاتفاق مع السعودية صار بـ 437 يعني تحسن سعر العملة الإيرانية بعد توقيع الاتفاق 33% ماذا يعني هذا؟ يعني أن إيران بحاجة إلى هذا المتنفس إيران لو لم تذهب إلى توقيع الاتفاق مع السعودية كانت ستتعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي خلال أسابيع طيب دكتور حارس سليمين هومب كأنك كمين عم تتغاضى أو كأنك عم بتهمش الكلام الإيراني والكلام السعودي لللبنانيين أنه أنتوا تحتاجون إلى توافق لبناني لبناني وليس إلى توافق إيراني سعودي يعني الطرفين قالوا هيدا الشيء وكأنه يعني عم يعزلوا الأزمة اللبنانية عن إمتدات الخارجية بس ما بقى فيه ما بقى فيه يجي يطلع السيد حسن نصر الله يقول أنا ربحان بسوريا وأنا ربحان بإيران تفضلوا بدأ ربحوني بلبنان هلأ فينا نجابه ببساطة إليو لا إستاذ نبيه بره أنت خسران بإيران وإنت خسران بالعراق شو صار بالعراق؟ جابوا محمد شيع السوداني هو ينفذ التعليمات الأمريكية بحزافيرة أريدك شو هي تعليمات الأمريكية لنفذها محمد شيع السوداني؟ أولا إجا على مؤتمر بغداد الثانين بالأردن الثانين وقع اشترى أسلحة أمريكية ثلاثة قال الحكومة العراقية بحاجر القوات الأمريكية في العراق هاو دي كل هايات وما كان بدهوا إياهن كان سيد حسن نصر الله عم يخبرنا من سبعة اثمانتشهر إنه بيجوا بيجوا عموديا وبفلوا أفقيا بديوا قتلهم وأمريكا ستنزح ليوم شو هن الخيارات قداموا لحزب الله؟ يعني برح أمين عم حزب الله سيد حسن نصر ما كان معه خضر شيء ما كان معه خضر ما كان معه خضر ما كان معه خضر ما كان معه خضر أمتى تم توطيع اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل؟ بـ 27 تشرين أول ها؟ بـ 15 حزيران يعني 27 تشرين أول يعني تشرين أول شهر ها؟ أيلول أب تموز نص حزيران يعني حوالي 5 شهر أو أقل من 5 شهر شوية أبلغ الإيرانيين هاي معلومات أبلغ الإيرانيين لحزب الله أن هذه الأنرجية الباخرة واصلي بعد ثلاث أيام على لبنان دبروا حالكم الذي أنجز الاتفاق مع إسرائيل إيران وكل ما فعل ما كل ما تم في لبنان من ميشيل عون لجمران باسير للياس بوصعب للسيد حسن نصر الله لكل هايدي الهمروجي الفرجون إياها كانت لعبة كومبارس لتغطية الاتفاق الحقيقي الذي تم توقيعه في بين إيران وأمريكا وإسرائيل بوساطة قطرية وأنجز هذا الاتفاق في 15 شهر زيران وأنا واحدة عملت تويت وكان سمن هذا الاتفاق زيادة عائدات النفط الإيراني صادراته ومحمد شريع السوداني حكومة محمد شريع السوداني وحساب آمن لجمران باسير في قطر لحتى يتلفع العقوبات الأمريكية وبالتالي لا مش مظبوط انه بعده حزب الله بيقدر يقول لي إيران ربحاني أنا هون ربحاني لا إيران لم تعد تتصرف بما يحلو لها بمصالحها بشو اسموه وأنت تنفذ هلأ يعني يجب على حزب الله أن يتواضع هكيب هو عم بيقول أصلا بس الشباب بمشكلتها بلبنان أنه وقت اللي بيجي بيحكي كلام سيد نصر الله يعني فيه تنازل أبسدقهش لا مش هيك بس هو الحيث قال لهم يا عمي هذا مرشحنا نحن مستعدين نبحث عنه وتعالى نتفق على غيره شو بدي يقول لهم بدي يقول لهم ما عنديش مرشح بس اليوم عنده مرشح والرئيس نبيه بري عم بيقول لهم هيدا فرنجي وما في غيره لا لا بدوا يسمح لنا الرئيس فرنجي الرئيس بري أول شي بما في مواصفات لرئيس الجمهورية في مواصفات بدنا عدل الدستور يصير رئيس الجمهورية يكون جامعي يعني معوا ديبلوم جامعة مابدوا يمضي مابدوا يمضي مثلا مراسيم الرئيس الجمهورية مابدوا يمضي مراسيم تعيين العمداء بالجامعة اللبنانية ما بدوا يع orange'si-red invita في العمدة العامة يعرف الفرق بينهم مابدوا يمضي تشكيلات القضائية بيره ما بدوا يعرف رئيس الجمهورية الفرق بين القاضي هذاировني هيدا معرمها وهيدا معي وين تعلم بس هون ما تنسى انه كمان لما بيرش و ما فيه عندهم خطة با كما قال السيد حسد zad 좀 السر الله كمان هون فين فنقه ما عندهم خطة با لانه ما عندهن حدة ليش ما عندهم حدا مايين مايين هو بده مش فارقة معون هو مش فارقة مع فيه كفاءة رئيس الجمهورية العلمية مش فارقة معو كفاءة رئيس الجمهورية بالقضاء. مش فارقة معه كفاءة رئيس الجمهورية بموضوع النقد. مش فارقة معه كفاءة رئيس الجمهورية بالعلاقات الدبلوماسية وبالقانون الدولي. فارقة معه بس انه يكون عنده ولاء لمحور الممانعة. يعني هو. ده اللي هو اليوم قاله الرئيس نبيه بري بحد زيته. اخر همنا. حطر لك جدوى الاعمال. محور الممانعة صار كدوك. هاي السعودية عم تتفق هي بشار الاسد. هاي السعودي هي السعودية رايحها على العراء. بموافقة بموافقة ايران رايحها سوريا بموافقة ايران. خلص الفيلم. هلا اليوم الفيلم رايح الى استقرار في المنطقة عملية. مشيه. بتوافق الجميع. اخس Bola وبس بتوافق الجميع في استقرار في المنطقة. ماش توافق الجميع. لدي الأمريكان والأوروبيين برا ميسيو ماكرون هيدا 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 ضرب الاحتيال اللي ضربنا فيه ماكرون من وقت انفجار المرفق لهلا خلصنا منه استاذ حرس سليمان بتعتبر انت اليوم اي حراك عم بصير بالمنطقة هل يمكن ان يتم بمعزل عن الغطاء الامريكي يعني اليوم بعدك عبتحكي بهيدا الاتفاق يلي صار وامريكا مجهة تانية امريكا مجهة تانية افرجت عن بعض الاموال امريكا مجهة تانية فتحت العلاقات فتحت المفاوضات للرهيئ مع ايران يعني انه ما في شي ما عم بيكون هفرجوا عن 500 مليون دولار 500 مليون دولار اكتار علينا هولي انتاج يومين ونص نفط ايراني ماشي هيدا نقاطة اسمها نقاطة واحد عم يقطر لك بعينك شو بيعملوا ايران 80 مليون والافرج عن الرهيئ ايه بعد بكير بعد بعدهم عم يتفاوض ايه يعني بس هوا دي هوا دي هوا دي كعب الملف كعب الملف الملف الاساسي بين امريكا وايران هو البرنامج النووي والبرنامج الباليستي والدور الاقليمي تبع ايران هل ايران بده تضل بهذا الدور الاقليمي اذا بده تضل بهذا الدور الاقليمي معناته الاتفاق مالويمة عندها شهرين لا تثبت القول والفعل ايران ما هو بده تغير سلوكه خلال هالشهرين خلال هالشهرين يعني بده بده تيجي تقول تعمل شو اسمه بتضلش عندها زيرو دو كوندويت اه علامة حسن السلوك بده تعمل علامات حسن السلوك تاخد علامات حسن السلوك بده من الامتحان باليمن وبالعراق وبسوريا وبلبنان اول شي باليمن يلي هي اهمه شي بالنسبة لسعودية والبحرين والبحرين خلينا نقول اذا بلش فرجت عن خطوات يعني بكون لبنان باخر الملفات وعندك وقت طويل لحتى ثبت ايه نحنا مش اول شي صح بس انا توقعي توقعي انو الامور بلبنان تنحل يعني بايار تنحل بنجيب رئيس جمهورية غير اسلامين فرانجيون غير ميشيل معواط غير ميشيل معواط مع محبته لميشيل فتنه بمرحلة الترشيح الثالث نعم وغير قائد الجيش اه كمان واحد يعني معو باكالوريا وديبلومات وبيعرف اكتب وبيعرف وبيعرف اقرأ لا وبيعرف شو معنات الجامعة وبيعرف شو معنات القضاء وبيعرف شو معنات العلاعات الخارجية وبيعرف شو معنات دكتور حارس سليمين واقتصادي ونقدي ما عندك هون خوف انه هيدا المرشح رح يكون بطريقة تانية مظبوط عبتعطي كل هالصفات ولكنه كمان رح يلبي رغبات حزب الله لانه حزب الله بده نحن مش بحلق بواقع عزل حزب الله نحن بواقع الاتيام برئيس جمهورية نعم يستطيع من خلاله استعادة شيء من الدولة شيء من الاقتصاد شيء من المؤسسات واقناع حزب الله بواسطة ايران وبواسطة اللبنانيين بانه مصلحته ومصلحة يعني الجمهور هو اللي بيعبر عنه انه تحود الدولة اللبنانية تقوم وانه هو بدي يحط شوية ماء بمبيتاته رغم هو انه هو ما بيحب بمبيت حكيت اعطيت مواصفات للشخصية اللي بده تكون رئيس للجمهورية في كتير منهم دكتور يعني في كتير مش من الاسامة المطروحة او في اسماء جديدة انا مش مش شغلت عين رئيس الجمهورية او او اتنبأ بمن هو هيدا الرئيس بده يجي بتوافق دولي يعني طالما عم نحكي انه الامريكان والاوروبيين في عامل في عامل لبناني يعني مش هيجيبوا واحد ما معه حدا واحد ما عندوش يعني ولا حدا من الكتل النيابية لا الكتاب ولا التجدد ولا القوات ولا حزب الله ولا حركة امال ولا بسيل بدو يعني مش معقولي بدو بالنهاية في نصاب داخلي بدو يركب على اسم ثالث هيدا الرئيس بدو يكون رئيس انقاذي وليس رئيس لإدارة المرحلة اذا كان رئيس لإدارة المرحلة شو بده تكون النتيجة المرحلة شو طبيعتها نبلشين نحن من النبع من فوق عنوان المرحلة هو تغيير سلوك ايران عنوان المرحلة تغيير سلوك ايران او اذهب الى الحرب في قدام ايران اليوم ايران على مصطلح طرق اما ان تغير سلوكها وبالتالي نروح على تبريد كافة الملفات من الملفات الاقليمية الفتن السنية الشعية حرب اليمن مشاكل العراق مشاكل سوريا مشاكل لبنان والبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي والبرنامج الباليستي اذا ايران اخدت هذا وهذا بمصلحة ايران ايران دولة ممكن تكون دولة كبرى اقليمية تتعامل بشكل بناء وايجابي وشعبها يعيش براحة وبرخاء وبازدهار اقتصاد ما ناقصها شيء ايران لتكون دولة مرتبة وشعبها عايش مرتاح وبكرامة وينعم بكل المقومات السروي والرفاه والرخاء ما ناقصها شيء ناقصها تتخلص من هذا العقل الاديولوجي المدي الظلامة اللي بقول اني أنا بدي قاتل الدنيا والموت لافلين والموت لأميركا والموت لإالي سورو والموت هيادو وهيه العقل بديو يخلص هذا العقل مجرد ما نخلص هذا العقل ايران مؤهلة ان تكون دولة اقليمية كبرى تتعاوم مع تولة العربية بهايدا الاتفاق تغيير سلوك ايران الهدف مني بدأ تعرضه الولايات المتحدة الامريكية ما هي SEUSA من اقلِ اتعارضه? لكن شو اللي بيتعارض في عال��니다 المتحدة الأمريكية بالاتفاق، الرعاية الصينية أو شو؟ طبعاً، 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 الرعاية الصينية هي معطى هام جداً، وهان، هان بده الواحد يحط بين الألان أنه الخيار اللي أخذته السعودية بأنه تذهب إلى الصين لكي تكون هي راعي اتفاق بهذا الحجم مع ما يعني ذلك من تغيير بمعادلات وتوازنات دولية وبعلاقات دولية وبفك أو إدارة الظهر لتحالف تاريخي بين المملكة العربية السعودية وبين أمريكا وقوى الغرب يعني سائمت المملكة العربية السعودية من سياسات أمريكا، عند مناورات مشتركة مع الويات المتحدة الأمريكية هاي ما بتمنعها، هاي ما بتمنعها، يعني السعوديين أخذين خط استقلالي عم يقدروا يوازنوا بالعلاقات الدولية؟ عم يعملوا مصلحتهم، مصلحتهم، ومحل ما هي مصلحتهم، مصلحتهم مع أمريكا بيتعاونوا بملفات، مصلحتهم أنهم ما ينحازوا مثل وقت أوكرانيا وروسيا، فتعاملوا بملفات، بقصة النفط، مصلحتهم أنهم ما يزيدوا الإنتاج لحتى ما يقللوا السعر، تعاملوا بطريقة، وهلأ مصلحتهم بأنهم يبردوا الجو مع إيران برعاية صينية، عملوا مصلحتهم، لا بالعكس هذه السياسة يعني لم نشهدها من قبل يعني عطيوا انتصار للصين تعتبر على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني اليوم الصين أصبحت هي القوة الشرق أوسطية؟ هلأ بكيرا نستنتج هذا الاستنتاجه، لكن هذا يعني رأس جسر للصين في منطقة الخليج العربي في أغنى منطقة بالطاقة يعني شو العطب طبعا، الاقتصاد الصيني، الاقتصاد الصيني هي عملاق اقتصادي عندها عطب واحد أنها ليست لديها مصادر طاقة مؤمنة إلا بالرضى الأمريكي، يعني كانوا الأمريكان يتبلطجوا على الصينيين لقطين الحنفية يعني طرق الإمداد وطرق والمنابع والأنظمة التي تدير نعم، والتمويل والنظام المصرفي، ويعيقوا يعني حاولوا يخنقوا النظام الاقتصادي الصيني بواسطة الطاقة هلأ هذه النقلة اللي صارت تطلق يعني حرية الصين بالوصول إلى أمدادات نفطية، مش سهل، مش قليلة، مش قليلة شراكة اقتصادية بين السعودية وإيران والهند والصين، مش قليلة على سعيد الطاقة، طاقة وغير طاقة، أنا بعطيكي طاقة وأنت تعطيني شيء تاني، في مقابل يعني في تبادل الوضع الأمريكي هون كيف يريد يواجه؟ أعتقد الأمريكان هيدا المعطاة ما بيعجبهم يعني هلأ هنا لحد هلأ ما قالوا شيء لأنه بعده هذا الصياق مكتمل، يعني نحن بعدنا بالخطوة الأولى هلأ هذا حتى يوصل للشيء اللي عم بيحكيه أنا أريد مسافة، أريد وقت، أريد خطوات، ليس خطوة واحدة، أريد سير بشراكة اقتصادية، إيرانية، سعودية، هندية، صينية، هذا يريد سياق، سياق يتألف من عشرات الخطوات، وعشرات المراحل، والأمريكيين يعني إذا استكمل هذا السياق، لا بيتضرروا، هلأ هن بيحاولوا أنه يفرم له، يعني يضربوا فرمات، أو يعرق له، أو يعدلوا المسار، بعتقد ما لا حيقبلوا بأنه هذا السياق يكتمل مئة بالمئة؟ طيب، شفناهم الأمريكيين اليوم عم بيواجهوا روسية، عم بيواجهوا الاتفاق الروسي الإيراني العسكري، يلي هو كتير واضح بأوكرانيا، وهلأ إجيهم هذا الاتفاق كمان، الصيني، السعودي، الإيراني، يعني كبرت المواجهة طبعا، يعني بلشت من أوكرانيا، السعودية ليست، ليست في، مش مواجهة؟ أي لا، ليست، السعودية مانا بيطور الانضمام إلى حلفة عسكري يواجه الغرب، السعودية عم تقوم بمصالحها، عم تشتغل على القطع، يعني ملف بتقوم مع الغرب، ملف تاني عم تروح مثلا إما على الحياد أما هلأ بقصة إيران بالرعاية الصينية، يعني على القطع عم تشتغل، وهذا يعني نوع من السياسة الحكيمة، يعني أنا محجب بها بهذه الطريقة بإدارة الملفات الإقليمية بهذه الطريقة، لأنه عم يحافظ على حاله، السعودي عم يحافظ على حاله، عم يحافظ على مصلحته، يعني ما مستعدة أنه هو يضحي من أجل حلفائه، في حين أنه حلفائه ما ضحه من أجله، يعني مرأ كثير أزمات هو ضربة أرامكو، ما حدا وقف حده، كان عنده مشكلة باليمن، وبده تسليح، وبده زخائر، ما حدا عطاه، بالعكس يعني جرى إعاقته وانتقاده، نعم، نضربت دبي، ما حدا قال شيء، الأمريكان بفترة وقت ترامب حاولوا ابتزازه، ودفعوا مصاري، وتعاملوا معه بغلظة باستخفاف، لا، السعودي عم بيرجع يقول أنه أنا بقلب هالعلاقات الدولية أنا سياستي هك، يريح هذا الأمر دول الخليج الأخرى، لأنه منلاحظ مثلا في عندك قطر عندها حيثية لحالة، عندها الإيران، لا، قطر قطر اتخذت قرار، وأبلغنا فيه، يعني مش أنه نحن عم نختراع، قطر لن تتجاوز السقف السعودي، بكاف بأي ملف سياسي بالمنطقة، أو سياسي خارجية، وأيضا مصر، يعني اليوم هناك نوع من المحور العربي لديه سياسة متناسقة، يعني بتتوقع كمان يكون فيه عودة للعلاقات بين إيران وبين مصر، إذا مشي الاتفاء السعودي الإيراني، إذا مشي قطع خطوات، أكيد ستتحسن كافة العلاقات، هناك ناس علاقتهم منيحة بإيران، قطر علاقتهم منيحة بإيران، عمان قطع لا تمنحة بإيران، بس أنه ممكن مصر، دكتور حرس سليمان كنت عب تحكي عن المخاوف من الحرب، أنه إيران عندها خيارين، يا بدأ تروح هيك أو بدأ يكون في عنا الحرب، الحرب مع مين؟ إسرائيل، ليش؟ إسرائيل فيها تعمل حرب، هي شو عملت إيران بهذا الاتفاء؟ كانت تخشى من أنه بنتيجة الملف النووي الإيراني، إسرائيل تقنع الأوروبيين، كانت ناهو ببروما، وبعدها الرعاب أخرين، يقنع الأوروبيين بالحرب، ليس أنه كان يلعب، والأمريكيين يقولون له طول بالك قليلا لنرى ماذا نفعل، لكن الحرب كانت وجيك وشيكة، كان في المعلومات أكيدة أن الحرب تتحضر، يعني مسرح السياسي للحرب يتحضر لضرب إيران، الآن تكون المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج بسياق قبل الاتفاق، كان يمكن استعمال الأجواء، مرور الطائرات الأمريكية عبر الأجواء، كانت سهلة على إسرائيل القيم بالضربة مستفيدة من العداء بين إيران والسعودية ودول الخليج، اليوم بعد توقيع هذا الاتفاق، أعتقد أنه صار أصعب على نتنياهو أنه يعمل حرب، وبالتالي الإيرانيين أخذوا مكسب دغري فوري، أنه صعبوا على نتنياهو طورية المنطقة بحرب، يعني صار في عندك فرص الحرب صارت لورا؟ لا، ليس صفر، فقط خفت، خفت، طيب دكتور حرس سليمين، هذا الاتفاق على السرح؟ لأنه في شغلة، إسرائيل لا تستطيع أن تسكت عن حيازة إيران سلحنا، وإيران على عتبة حيازة سلحنا، طالما هيدا الاتفاق، ما بيجيب سيرة السلاح النووي، لا، ما بيجيب، فإذا هيا كمان ثبرة، يعني أصلا أطراف الملف النووي، هن ماشي الصين والسعودية، طيب بس أنه كمان بيأثر، خمسة زائد واحد مع ميركا، التقدم النووي لإيران، هيدا بيأثر على المنطقة، وبيأثر أيضا على السعودية، اللي كمان يمكن أن يكون في عندك إطلاق لسباق السلاح النووي، وفي المنطقة؟ ممكن، صحيح، صحيح هذا الحكي، لكن هذا الحكي، اذا رتبنا المشاكل، السعودية بيهمها الملف اليمن قبل الملف النووي، وبيهمها ملف العراق قبل الملف النووي، وبهمها ملف لبنان قبل الملف النووي، بينما، إسرائيل بهمها الملف النووي والصواريخ الباليستية أولاً وأخيراً في كل دولة عندها أولوية مختلفة وتحدي مختلفة أديش بتعتبر اليوم أنه إيرانيا اللي صارت على العتبة النووية 98% عملياً أديش صار فيها 98% 84% وكمية مش كبيرة بس عم بيقولوا أنه كمان فيها تقدر من هذه النسبة تقدر يكون عندها قنبلة نووية يعني خلال الأسابيع حسب التقديرات في شي بيقول 12 يوم في شي بيقول 10 أسابيع هيدا شو بيسرع هي عم العتبة عم العتبة بس شو بيسرع هيدا أي خيارات بيسرع هل يسرع مثلاً إعادة البحث باتفاق نووي جديد مع إيران هل يسرع في مجال هي يابع بتروح على الصحراء صحراء لوط اسمها عندهم بتفجر أملي نووية وخلص تفجر أملي نووية عود سلامتك صارت مثل كوريا الشمالية ما بقى في حدا يقول لها شي يعني صارت نووية ياب يضربوها قبل بعد عندهم هالفرصة أه عندهم فرصة بس اللي بديوا يضرب قبل يعني صارت هذا البرنامج عبي يكبر على مر السنوات وما ضربوا شو الرهانات اليوم أنه بدون يضربوا عملوا أول شي مناورة إسرائيلية أمريكية لضرب إيران عملوها اسمها اسمها هي آخر فترة بها جولة الأمريكية لا ما صارت تتربعة سبيع وبعدها البنتاجون أعلن عن خطة اسمها الحارس حارس الدرب أو شي كمان اللي هي خطة لضرب إيران طيب هلأ عمتم بنفذوها بدأ أرى سياسة يعني البنتاجون ورئاسة الأركان الإسرائيلية جاهزة لضرب إيران يعني محضرين القوات محضرين السيناريو محضرين الأهداف محضرين الأنابل محضرين كل شي وقت اللي يقول لهم المستوى السياسي يلا تضربه وبيضرب جاهزة ضرب إيران تقنيا جاهزة سياسيا مش جاهزة ولذلك كان نتنياهو بمرحلة تهيأت المسرح السياسي للذهاب إلى ضرب عسكري لوين اليوم المنطقة تتجه يعني حكينا عن الصين الصين اليوم هذه مثل ما بقولوا فتحتها على المنطقة الشرق الأوسط قوية وكبيرة بالتالي مش بس رح تكون نتائجة على الاتفاق للسعودي الإيراني كمان بدأ تجي شوي على الدول أي اتفاق عند الصين بدبي عندها ما بعرف الرأم أنسيته آلاف الشركات ومئات آلاف العمال الصين خقوا مش إنه بدأ تجي مش إنه بدأ تجي إيجت وخلص صار سهل على لبنان عندها معاهدة شراكة استراتيجية مع السعودية وعندها معاهدة شراكة استراتيجية مع إيران قيمت المعاهدة مع إيران عمدة 25 سنة 450 مليار دولار شيء هائل دكتور حرس سليمير بالنسبة للبنان وعندها عندها اشترت اشترت حقوق التصرف بميناء حيفا بإسرائيل وطير عقل الأمريكان من هالصيار طيب لبنان قديش عنده فرص يقدر يعمل مع نحنا ممنوع نحنا بدنا نعرف مين ماروني أكتر ومين شيعي أكتر ومين درزي أكتر ونحنا ملتهيين بشرة عمية ما في فرص اليوم سياسية بدي أقول خط سياسي واضح للتعاطي مع الصين يعني اليوم انت اللبنان شايفوا كيف هو بالتالي اليوم قديش قدريني يكون في حركة بتجاه الصين على اعتبار لذلك لذلك كنت عم أقول لك أنه المشكلة مش مشكلة العيجة المورية المشكلة ما هي وظيفة لبنان الاقتصادية ما هي علاقاته في دول المنطقة شو بده ينتج لبنان بدي يفوت باقتصاد المعرفة بدي يفوت بالزكاء الاصطناعي بدي يفوت بالطاقة المتجددة هاي دي أسئلة الأسئلة نحنا يعني للأسف في حرب بميكروسوفت وجوجل أنه من بده يلقط للزكاء الاصطناعي في حرب بالسيارات من بده يطور أكتر السيارات الكهربائية في حرب بقصة البطاريات في حرب بقصة الهندسة الجينية بلوء المجوسي إذا بتجيب إذا بتجيبي إذا بتجيبي ناس ما معنى تقدم المجتمعات أن النخب العلمي هي التي تقود المجتمع وأن الآخرين يعيشون في هذا المجتمع لكنهم لا يقودون دكتور حرس سليمين أتيش اليوم عندك أمل بأنه التسلسي مهارة إدارة المساجد لا تصح لإدارة الدولة هؤلاء المشايخ هؤلاء يروحوا ويعلمونا الصلاة ما فيهم يحكمونا ولا فيهم يعلمونا كي بدنا نعيش هذه مقساتنا حزب الله ما قدر لحديد المساجد والكنائس يعني مع كل انتقادك لكل رجال الذين كلها مش لكل اللي حكمين بس اليوم اليوم صلك مفاصل الدولة كلها لقطة حزب الله ولذلك لك حالتها كيفية ما أنه قادر يدير الدولة عوز بالله كيف نديرها أو هو بده يسيطر على الدولة بس ما بده دولة إلا كيام ما شو فيه شغلي أنا بالتعليم يعني لما بيكون واحد مسيطر على الدولة بيكون بيجيب لك رئيس متل ما بده وانت ما عندك تقدر تقول له لا سبعادي شوي هقطيكي مثل بسيط أنا بالتعليم بالسنويات أنا بالجامعة بعلم بالسنويات فيه أستاذ تعليم سنوي وفيه أستاذ تعليم ابتدائي الشباب طبع الميليشيات وكذا والسياسيين شو بيعملوا بيقولوا أستاذ التعليم الابتدائي بيحطوه بالسنويات منتدب بيقولولو طب هدا ممنوع يفوت على الصف يعلم لا لأنه هو معه بروفي ولا باكالوريا ما في علم بروفي وباكالوريا شو بيعمل هدا بيعملو ناظر بيصير بيصير هدا أستاذ الابتدائي بديو يدير أستاذ السنوي نحن ببلبنان هاك واحد معه باكالوريا بديو دير اللي معه جامعة واللي معه جامعة بديو يدير الدكتور بالجامعة والدكتور بالجامعة بديو يدير واحد شيء اسمه عبقرة مخترع للزكاة الاصطناعية ما بتصبت ما بتصبت بدنا نعود مفرطة لها الدولة ونحط الافهم بالأول لألف فهم تاني هاكذا والغشين بيقعد ورا بس اليوم في عندك انسيداد مش انسيداد رح نقول في تصلب لدى السنائية الشيعة شو السمن شو السمن اللي بديو يكون لابداء نوع من المرونة هادي استركتور موجودة مش بس بسبب حزب الله هاي موجودة بسبب اننا قبائل قبائل ومنها قبيلة حزب الله هادي اسمه حكم الأغبياء بالأغبياء يعني بيجي شيخ القبيلة ما بيعرف شيء بيحكم لا لأنه شيخ القبيلة بتاقع بتاقب القبيلة في طبيب وفي مهندس وفي في استيز وفي جامعي وفي كذا بقوله شيخ القبيلة الهس ولا كلمة أنا الشيخ بيسكتوا هادي دكتور سليمان حزب الله باعتقد قطع هاي دا المرحلة وهلأ صار عنده مرحلة جديدة اللي هي بدو يكرس هذه المكتسبات اللي أخذها بكل ممارسات وفي الحكا بدو يكرسها أول شي بالدستور بدو يكرسها بالسياسة بدو يكرسها برئيس الجمهورية بمحيط مضح أنا عم بسأله طيب هلأ هلأ من الجمعة الماضية ما عليش بدو نحكي بشكل طالب أربعة شيعة انتحروا ما بعلمي هو لا ينهار ليش عم ينتحروا الشباب الشيعة ناس مثل قلب ناس أسوياء أسوياء مرتبين أولاد عيال عندهم أولاد وعندهم مرأ وعندهم ليش عم ينتحروا مازال نحنوا لنا نهار شو هي لصب العنجهية هيدا الأرجاي ما بينفع بشي ما بينفع بشي ما قبل منه غيره يعني نفس هيد هيد الدبكي شوفناها يعني هيد الدبكي لقطين على الأول الشيعة شوفناها قبل هيدا الدبكي زيتها لقطين على الأول كين والموارنة والمسيحية والسنة ودروز إربط هذه الورقة لنطوية بدنا نفهم أنه الدولة والمجتمع لا يقاب بهذه الطريقة طيب عظيم شو المسار اللازم يكون للدول يعني أنت اليوم ما تروح قدامك عدة صيغة إعادة بناء الصيغة اللبنانية مش الصيغة شو لكين دولة المواطنة دولة المواطنة رنضلنا طبائف وقبائل وعشائق دولة المواطنة على أي أساس اليوم كل واحد دولة مدنية دولة طبيعية مثل أي دولة بالعالم من ماليزيا لفرنسا لأوروبا دولة طبيعية أنت بتتوقع أنه كل هذه القيادات الطائفية السياسية زي بدنا نقول كلها بدأ تكون تسلم لك بهذه الدولة لازم يصل نوصل الوقت أن نزلتهم بالحبس كلهم على أي قضاء ليش؟ ما هو بدنا نعمل قضاء قديش عندك أمال لحتى أنه أنت هذه دولة المواطنة مش أمال مش أمال في شيء بيركب في شيء ما بيركب نحنا هذا اللي موجود عندنا ما بيركب لو هني حلين أزمة العالم يعني لو أنا بروحة شغلة وبيجي من شغلة وعم بيكل واشرب ونام وطباب وعلم أولادة ضمنوا ركبين على ظهري مش متضايق هلا في حدا يعمل هيك بلوبنان حد الأدنى للحقوق البشرية كفرد وكمواطن في حدا ياخد حقه بلوبنان تعتبر اليوم الدكتور حارس سليمان حزب الله والسناء الشيعي مأزومين أو أو عبيت عاملوا مع الاستحقاق الرئاسي بروان كلنا مأزومين كلنا مأزومين كلنا مأزومين بس هني طالما طالما هني مسكين هني ليسوا استثناء هني مثلهم متغيرهم بس هني يمكن مرتحين أكتر عوطنهم لا ما لهم مرتحين هدا نق طائفة يمسكون هدا نق طائفة مش صحيح بيروحوا بعض زعماء الموارنة أو زعماء السنة أو زعماء الدروز بنقوا على الدول برا لحتى يستجربوا يستجربوا مساعدة لا يكون الشيعة حلية مشكلتهم فيها بس نحنا يا حرام وضعنا سيء تفضلوا وساعدونا هيدا تفنق هيدا كذب كل العالم مثل بعضا وكل العالم أكلها اليوم قدرين رئيس مجلس النوب إذا دعا إلى جلسة انتخاب رئيس بتحس هيدا الجو موجود أول شي ما بدأ شي في عنا هلا ملحم خلاف ونجاة صليبة موجودين بالمجلس بالبرلمون عم بقولوا طبقا للمواد الدستور 49 مدى 49 73 74 75 المجلس هيئة انتخابية ويجتمع حتى انتخاب رئيس لا ويجتمع حكما ما بدوا دعوة بس ما حدا نزل ما بدوا دعوة بره ما بدوا دعوة رئيس يتفضلوا النوة كالياتهم ينزلوا يقعدوا مع ملحم خلاف ونجاة صليبة حتى يصير عددهم 85 ويصوتوا على رئيس جمهور اذا كانت كوة المعارضة غير متفقة على مرشح واحد كيف بدك تنتخب رئيس يعني السناء الشي عندهم مرشح بالتالي اليوم بدون يبطلوا اول شي ما عليش كوة تغيير صحابي وبحبه وانا عندي موعد مع واحد بتخلص من هون من هون بدون يعني يغيروا اسمه شو بدون يسيروا إذا أنا قوة تغيير يعني أنا عم قلك أنا بدي نا Prison اللي بدك يسمي بس مش تغيير التغيير يعني الدينامية بدون يخترعون ما عملوا دينامية؟ لا. إذا ملحم خلف ونجاة صليبان موجودين بالبرنامات، بولا يعقوبيان ليش قاعد معهم؟ تزورهم كل ست وشهور مرة؟ مارك داول ليش مش قاعد معهم؟ ليس جرادي ليش مش قاعد معهم؟ فيرس حمدين ليش مش قاعد معهم؟ ليش بس هن بدون يقاعدوا معهم هول، ليش اتناعش بس؟ بدون يقولولو لأوسامة سعدة تفضل معنا، بدون يقولولو لعبد الرحمن البزري تفضل معنا، وبدون يقولولو لمشيل معوضة تفضل أقعد معنا، بدون يقولو لناعة فريم تفضل معنا، ولا شخصين مجميلة تفضل معنا، وبيقولو لجماعة هولي اللبنان الجديدة تفضل وتعوا معنا، وإذا أراد بسيل أن ينظم لهم بدون يقولولو أهلا وسهلا، ليسيروا سبعين وثمانين نائب ويقولولو لبرنا المجلس التأم، تفضل ترأس ولنعم الانتخابات، هذا هو الطريق الدستوري والدينامية المطلوبة لانتخاب رئي الجمهورية وبدوني يكبروا عقلون، مش أنه أنا يبجيب الرئيس البدية انطلاقا من أحقاضي وانطلاقا من مصالحي وانطلاقا من فئويتي وانطلاقا من التاريخ بالزمنات صار معي شغلي وهلأ بدي أخذ تاري، بدوني يقولوا أنه الرئيس الممكن الآن هو رئيس بمواصفات مرشح التالت، ومعروفين المرشحين التالت، بيطلعوا 2 أو 3، فيش غيرهم، فينا نسميهم؟ تانعرفون؟ اه؟ فينا نسميهم؟ تفضل صلاح احنان، شهاد أزعور، نعمة فرين هؤلاء المرشحين التالت، واحد من هؤلاء، واحد من هؤلاء، هؤلاء رسيت عليهم جولة، ما رسيت شيء، بيجتمعوا بصوته أول دورة، كل واحد يصوت البدية منه، ثاني دورة، اللي بيأخذ أكثر شيء، اللي باقي بصوته كلهم، يعني بصوته للأول، وخلصنا، وبيطلع رئيس جمهورية، شو بيقدر يعملنا بها بره؟ بيتفقوا، بيتفقوا، هلأ جبران باسيل عم بقول أنا ما بدي سلمي فرينجيرا، اوكي، وما بدوا العماد عنه؟ ما بدوا العماد، اوكي، انت فإذا جزء من مطالبة تحقيق، تهسبت معنا لها الثلاثة، لواحد ما والثلاثة، بسوء مرحي حتى كل وراءه بسلة واحدة، عملية، فإذا نعم يكذب، بكشفوا، شفت كيف تعملي دينامية، بنعمل دينامية لانتخاب رئيس جمهورية، انت لا أمن أنه خير، انت ما بدك هولي استبعدني هون، انت ما بدك مشيلا معوض استبعدني، انت ما بدك فلان استبعد، ما بدك حرس اسلامين استبعدني، هولي، هلأ هم فيتو هالثلاثة؟ لا، ويمكن يكون فيه رابع، يمكن فيه زياد برود كمان، اوكي، فيه ثلاثة أربع هولي، ما حدا مستبعدن، ما حدا عنده مشكلة معه، اوكي، تعاو، أول دورة، منصوت، كل واحد يصوت لتبدوية، اللي بياخد أكتر شي، إجباري، أنا بدي صوت لأخذ الأول، لحتى راكم الأصوات، وينتهي الموضوع دكتور حرسي سليمين هيدا ندائك لقوة المعارضة؟ نعم، نعم، هذه هي الدينامية التي تنتج رئيس جمهورية قدش بعدش عندهم مهل اللي يفكروا بهيك موضوع؟ ما بدونش، هلأ بيطلع ملحم خلاق، بيقول على الفيسبوك او على التويتر، أنا أدعوكم نهار الثلاثة او الخميس الجاية، الساعة أربعة لتتجمعوا بالمجلس، بيتجمع قصم منه، تاني مرة بعد يومين، بيقول لأن احنا تجمعنا هلأ صرنا 25، بدي بعد يجي 25 ثانيين او 30 ثانيين، بيجوا بيجوا، بيضلوا نعملوا هاك لحتى يصيروا فوق الـ 65 نائب، شو بيعمل نبيه بري؟ شو بيعمل إذا بمجلس النواب بالاعتصام اللي عاملوا ملحم خلاق، جمع سبعين نائب او 75 نائب، شو بيعمل؟ بقولوا لا بدي نبيه بدي اسلامية فرنجية؟ يعني اليوم كان الكلام مكتير راضي، كيف بدي يقولوا نسبة اسلامية فرنجية؟ في 75 نائب مش جمعين عبرولوه بدناش، كيف بديو؟ تعتبر اليوم الرئيس نبيه بري يعني عمل كل هالمرافع عن اسلامية فرنجية مثل الواحد عبي بري زمته معه؟ ما أعرف، ما يعني شو اسمه شاطر كتير الرئيس بري وما بتعرف شو قصده يعني بيلعب هدا تلات طابات، بيضرب على الباند، بيتطج بمحل تاني، بتروح على الطابة الثالثة عرضه، ما أعرف شو قصده؟ السعودية بهيدا الوضع اليوم السفير السعودة، كان كمان عند الرئيس نبيه بري، برأيك أنت السعودية عب تحكي بمواصفات رئيس الجمهورية وليس بأسماء أو حي الله اسم لرئيس الجمهورية؟ السعوديين، الدبلوماسية السعودية عندها ثابت، لن تتعامل مع لبنان، ما لم يرسم خط فاصل بين الدولة والدولة، هيدا مش كلام ايه؟ سامسين، هذا كلام، ما م معناه ترسم خط فاصل؟ يعني نخلق هذا الخير الذي قلقت عنه، شخصه رئيس الجمهورية ورئيس وزاره وبيين وزاره وتشكيل حكومي، وهذا كل نوعياته، ساعتها السعودية تقولك إليك لعجلة المسمن وانا بدي ساعدك، ما بتعمل هذه الفيدي؟ اللي كنحن قاعدين ببايتنا عملوا البدكونية أنتوا أحرار وإذا البلد بلدكو نحن ما خصنا هيدا الموقف السعودي نقال قبل هلا وحينقال اليوم وحينقال بكرة وحينقال بعد بكرة بدنا نفهم شو المطلوب مننا واضع شو المطلوب مننا دكتور حارس سليمان أنا بدأ أشكرك على حلقة اليوم من منشاة المسألة هون بتخلص حلقتنا بجدد الشكر لإلك دكتور حارس سليمان الكاتب السياسي وبدأ أشكر أيضا كل المستمعين والمشاهدين المشاهدين اللي رفاؤنا بها الحلقة شكرا